موسيقى طيب ان شاء الله انزيز فيديو سوف نستمر بسيطة سوف نستمر بسيطة موسيقى موسيقى 1 موسيقى المعاصر بوكين فيزيكس هنبدأ بسم الله المعين الله ومصلي والسلام مبارك على سيد محمد وعلى آله والصحبه والسلام انتهينا في الفيديو سوف نستمر بسيطة ونبدأ في 21 موسيقى 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 اول حاجة انه مش مدين ابسوليت اريو ابسوليت ارور بتاعت الريديوس اف سيلندر او هايت مش مدهالي ثاني حاجة الوليوم عندي هنا في حاجة زيادة هنعملها عن السؤال اللي فات طيب اول حاجة هو عايز الريلاتيف ارور فالمفروض ان الريلاتيف ارور عندي بتاعت اي حاجة يعني الريلاتيف ارور لأي حاجة هتبقى اقوال الريلاتيف ارور للميجرمينت 1 بلاس الريلاتيف ارور للميجرمينت 2 بلاس لو فيه 3 يبقى 3 4 يبقى 4 وهكذا ماشي فانا عندي هنا فانا عندي هنا الفكرة في ايه الفكرة ان عندي الريا ديت الريا دي اقوال باي ر سكويرد فانا عندي كده كان مجرمينت عندي 3 طب 3 ليه من عندي الريا الريا دي اصلا كونسطنط صح الكنسطنط ما بيبقاش فيها ارور طيب الريا ديت هي عبارة عن المفروض ر سكويرد ر سكويرد لان دي ر سكويرد يعني كده يعني انا لو عايز الفوليوم اقوال باي ر سكويرد ر سكويرد ماشي البي ديت ملهاش اي 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 ارور وبالتالي عندي الار مرتبلاي الهايد فادي الار وادي الهايد لكن هي ر سكويرد فهيبقى عندي كأنه فيه 3 يعني كأن الار دي ملتبلاي ار كمان احنا قلنا اول ما بنلاقي ان الميجرمينت انديركت بنبدأ نكتب اللي هي كنا بنعمل كده وبنكتب الريلاتيب ارور اكوال الريلاتيب ارور لوان براس الريلاتيب ارور تو هكذا والابسوليوت وبنكتب اكوال الريلاتيب ارور ملتبلاي ال ايه الريل فاليو طيب طيب فانا عندي هنا لما اجيب الريلاتيب ارور عندي هنا فيه كام مجرمينت عندي فيه 3 مجرمينت ليه؟ لان الار دي الار سكويرد كأنها رقما ار ملتبلاي ار زي السؤال اللي فات بالضبط لما كان اريد اكس وي سكويرد التي هي اخر واحدة دي عندما كنا نعمل لها ملتبلاي قالنا ال اكس ملتبلاي ال ايه الار دي الار دي الار دي الار ضي فانا عندي هنا لنكتب هي 3 مجرمينت طيب هنا هتبقى الريلاتيب ارور للمجرمينت نمبر 1 تادي اللي هو الراديس plus الريلاتيب ارور لنمبر 2 اللي هو بردو الراديس لأنها R² بلس الريلاتف ارور للمجرمينت نمبر 3 اللي هو الهيط يبقى delta x delta x over x node delta x over x node ليه الهيط طيب هل هنا علشان اجيب الريلاتف ارور هل هنا هو مديني الـ delta x لا مش مديني طيب احنا ممكن نفك كده كده يعني نقول ان الريلاتف ارور equal x node minus x over x node فكتة الـ delta x plus x node minus x over x node دي بردو للرديس plus x node minus x over x node يبقى دير للرديس ودى كذلك للرديس ودى للهيط ماشي بس بعد كده ابدأ اعود بقى بالايه ادي الرديس مديني الريل الـ value اللي هي الـ x node والميجر ده الـ value اللي هي الـ x صح بالنسبة سواء للرديس او الهيط يعني عندي اهيه بالنسبة دي فتبقى 2.3 minus 2.2 يبقى كده over 2.3 plus نفس الفكرة له الـ radius بس بالنسبة للهيط هو مديني اهيه دي بـ 4.8 ومديني الميجر دي بـ 4.6 واجيب الايه الـ relative error ماشي قبل ما اجيب الـ relative error عايزين نراجع على اللي قولنا دي الوقت تاني لو كان مثلا حاجة زي لو كان بيسأل مثلا على area لو عايز الـ relative error بتاعت الـ area مثلا off square مثلا او triangle او rectangle مثلا فالـ rectangle اصلا الـ area بتاعته L multiply L multiply the weights صحي كده فكده عندي فيه two measurements نفس الفكرة بالزبط هنا volume equal area multiply the height فادي height ادي measurement طيب الـ area فيها R squared فبالتالي R squared دي كأنها R multiply R فكأنها two measurements ماشي كده طيب فهي relative error equal relative error لـ measurement number one plus two plus three طيب هنحسب دي هبقى هتطلع دي 0.126 اللي هي نفسها 71 over 552 ماشي كده طيب يبقى كده حسبنا relative error طيب نجيب absolute error absolute error اللي هي equal relative error اللي أنا لسه جايبه multiply real value بالراحة كده هو عايز absolute error بالراحة كده بتاعت الـ volume طيب ما هو الـ volume عبارة عن علشان اجيب بقى الـ real value equal four over three لأ دي volume لا أنا عايزة الـ volume بتاعت الـ cylinder equal الـ area اللي هي pi R squared multiply A height هو ايه الـ real value دي؟ الـ real value دي؟ يعني اللي هي الـ problem العادية اللي هو كان لما مثلا يديني في مسألة عادية خالص يديني الـ value بتاعت الـ R والـ value بتاعت ال- height فأنا عايز فبعوض في ال- low هي دي الـ real value نفسها ماشي كده؟ فأنا باشوف الـ values بتاعت الـ R والـ value بتاعت الـ height وبعوض بها طيب هو أنهي value تمّ الـ R لها دي؟ ليه lose لا لا ليه الـ real value نفسها هي الـ real value اللي بعوض بها ماشي كده? لأن أنا عايز الـ real value بتاعت الـ volume فahi اللي هي دي الـ R اللي هي 2.3 squared مفهوم كده يبقى دي الريل فاليو اجيبها كده وبرده عايزكوا تفهموا ان الريل فاليو هنا هي نفسها اللي هي قبل ما ناخد اي ارورز او اي حاجة او احنا مثلا في بريب سري او بريب تو مش كان بيديني فاليوز وبيديني لو وانا بعوض بعمل سبستيوشن بالفاليوز دي في اللو هي دي نفسها هي دي الفكرة بتاعت الريل فاليو طيب فادي هجيبها فور بوينت ايت هتطلع سيفنت ناين بوينت ايت طيب هاخد دي بقى اه واضربها في الايه في الفاليو دي علشان اجيب الابسوليوت ارور دي كده الريل فاليو اللي ها دي هاخد دي بقى زي ما هي كده واضربها في دي يعني احنا بنجيب ايه احنا بنجيب الابسوليوت ارور بتاعت البوليو بقى كيوب تسنتيميتر تسنتيميتر كيوب اللي هي دي يعني برده ماشي كده فاهمنا الفكرة طيب البروبلم دي فيها ايه عن اللي فاتت فيها ان اول حاجة عندي اكتر من تو عندي في سري زي مسلا ما بيبقى عندي مسلا بوليوم بتاع كيوب فبيبقى الاسكيوب دي مثلا بيبقى عندي سري ميجر منت L بلاس L بلاس L طيب اه تاني حاجة انه مش كام يديني الابسوليوت ارور بشكل دايركت فانا جبته من ال اكس نوت مينس ال اكس ماشي طيب اه نقول ايه تاني في البروبلم دي مش واضح اه اللي دايما بيساعدني على اني احل اي مسألة فيها ان دايرت كميجر منت ان انا اكتب الستيبس ان اكتب الريلاتف ارور اه وانها بتبقى الريلاتف ارور بتاعت الحاجات اللي بتتكون منها وبعد كده اكتب الابسوليوت ارور فدي تساعدني ان انا احل المسألة بسرعة طيب دا نوع تاني من البروبلمز اه ديو دي 22 23 نوع تاني بيقولي the percentage of error in measuring the mass of a cube is 1.5% and the percentage of error لحظ ان هو مديني البرسنتاج بتاعت الارور مش مديني الريلاتف ارور اه بس هو مدهولي كمان بالبرسنتاج هنشوف هو عاوز ايه سوزا بيرسنتج اوف ايرور اميجرنج جزا دينيستي بصوا الدينستي عندي اكوال الماس اوفر الفوليوم صح طيب فانا لو عايزة هو اول ما لقيتها طالما الماس اوفر فوليوم اذا هي انديريكت فروح ان انا هشتغل فروح ان انا هشتغل بي ان الريلاتيف ايرور اكوال ريلاتيف ايرور للميجرمنت اون اللي هو الماس بلس ريلاتيف ايرور للميجرمنت اون اللي هو الايه البوليوم طيب فالريلاتيف ايرور للماس مدهولي مديني كمان البرسنتج عموما نبصوا هو مديني البرسنتج ومديني الريزلس كلها بالبرسنتج فنتعامل مع المسألة عادي خالص يعني كأنها مسألة عادية ماشي اللي بعدها هفاهمها لكم هنعمل فيها ايه طيب فهو مديني البرسنتج بتاعت الماس كناه ماشي البرسنتج بتاعت الريلاتيف او الريلاتيف ايرور بتاعت الفوليوم بسوا كده lifestyle ماملها انا اعمل ايه برسنتج بتاعت الريلاتيف ايرور بتاعت الفوليوم اقول هو ده كيوب صح فالفوليوم بتاع الكيوب شوف احنا الكراسة وصل لغاية فينا عشان مش يعني مثلا لغاية هنا كده عشان مش بصص في الكاميرا يعني فهقول ان الفوليوم بتاع الكيوب اكوال ال سكويرد اه ال كيوب ماشي كده معنى ان ال كيوب ان في سري مجرمينت يعني ال ملتبلاي ال ملتبلاي ال صحي كده وبالتالي عندي سري مجرمينت صح فالفوليوم ده عبارة عن سري مجرمينت يعني كاني بقول بلاس البرسنتج بتاعت اللينس اللي هو وان بلاس الويتس اللي هو زي اللينس بالزبط وفاهمكم ليه زي اللينس بلاس دي فاهمتوا الفكرة يبقى انا مسلا لو اه هو في في الجيفنز مش الداني البرسنتج بتاعت الرئيلاتب اييرو بتاعت الفوليوم هو الداني بتاعت اللينس فانا ابدا اشوف هو ايه عماية الفوليوم اللي انا عايزه مش الفوليوم ده هو اللي راسي拜拜 اللي هو مددهولي هلاقي ان الفوليوم اatinured lymphed, معنى كدة ان طالما يبقى الفوليوم اكوال فيه فيه سري مجرمينت فيه الجوة الألفوليومと思います هو عموما الليوم بتاع اي حاجة بتاعة الاشكال اللي هي ايه كيوب والحاجات دي. ماشي كده? طيب. الفكرة ان في الكيوب ده كلهم قد بعض. يعني اللين ساقدي الويتس اقدي الهايت. فممكن اقول ان ده لينس والويتس برضو لينس والهايت لينس. طيب ليه? لان هو هنا مش مديني غير اللينس. فهمتوا كده الفكرة? فعشان كده عملنا بالشكل ده. بس اجمع دول هيديني اللي هي دي. ماشي? طيب. الحل التاني لنفس الحاجة دي. اقول ان هو هو مش طرى بغير الريلاتيف ارور. البرسنت النفسها بتاعة الريلاتيف ارور. ماشي? كانت كده. ان انا اقول الوان بوينت فايف بتاعة الماس ماشي? انا انا عارف ان الفوليوم ال سكويرد. فهيخليها سري في واحدة بس. في وان. هي هي. فهيتبقى فور بوينت فايف. اشمعنا سري عشان انا عندي ال وقل وقل. مفهوم كده الفكرة? طيب. كنت عايز اقول لكم على مثلا في نوت ممكن تجيلنا. لو ايه? الوان وان وان. ماشي كده? او. لو اداني مثلا لو طلب مش كان طلب البرسنت النفس لو كان طلب الارور نفسه يعني. انا عارف ان اصلا لما يقول البرسنت النفس يعني كلمة دي. اكوال الريلاتف ارور بس معمول لها ماشي كده? طيب افرد في البروبلم دي نفسها كان طلب الريلاتف ارور بس مش طلب ال آآ بيرسنتج اف ارور. بعد ما كنت اجيب ديه الفور بوينت فايف بيرسنت كنت اعمل لها اوبر وان هندرد. فكان وان هندرد دي هتروح معديك هتبقى فور بس. مفهوم كده من غير اي بيرسنت من غير اي حاجة. مش كده? طيب. بعد كده برضو بيرسنتج اف ارور يعني معناها كده وهو جايبها لي من غير ايه? من غير آآ الريزلت هي من غير ايه? من غير آآ اعلامة البرسنتج. ده اسهل من دي. هو اداني البرسنتج بتاعت ايه? اداني البرسنتج? ليه اللينس. اقوال وان. فعايز البرسنتج باردو او مش عايز البرسنتج بقع عايز الريلاتيف ارور. بس. ماشي كده? اولا انا معي البرسنتج بتاعت اللينس. طب ما اجيب البرسنتج بتاعت الفوليوم. اللي هو بيسألني عليها. هو بيسألني عن الريلاتيف ارور بتاعت الفوليوم. هقول لكم هنعمل ايه? هي دي اللي انا كنت الملاحظة اللي كنت باشرحها لكم فوق. طيب. فالبرسنتج بتاعت الفوليوم هي عبارة عن ال سكويرد صح? معناها كده ان الريلاتيف ارور البرسنتج بتاعت الفوليوم معناها الريلاتيف ارور وان اللي هو ده. ماشي كده? فتديني دي. ماشي? بس انا عندي دي كده اهي. ماشي? فهعمل على خلي بالكم هناك دي. يعني مش كنت كده. يعني كده هتبقى يعني كده هتبقى كده. ماشي? يعني دي مش هتروح مع دي كده هتبقى كده يعني. المهم. فانا عنده اهي? ماشي? هتبقيني كده. ماشي. ماشي? اللي هي كده. فانا مش عايز출 البيرسنتج انا عايز الرقم نفسه بس. في الرقم نفسه بس هيبقى هيبقى تبقى تاني. احنا جبنا هو ما اتبقيني بتاعت اللينز ومنها جبت بتاعت الفوليوم. ليه? لان علاقة او علاقة الفوليوم باللينز ان الفوليوم ك败 من اللينز. ماشي? وبالتالي لو او عايز اجيب الريلاتيب ارور فالريلاتيب ارور 1 بلاس 1 بلاس 1 بلاس 1 بس هتطلع بالبرسنتاج ماشي فانا عندي دية طلعت بالشكل ده كده طب انا مش عايز البرسنتاج فبقا اعمل بشيل دي وبعمل دفايد اوبر 100 فبتديني اي 0.03 اللي هي دي بعد كده المسألة الاخيرة كنا وقفنا تعريبا عن 23 إذا ساحل البرسنتاج فق بأي 6.5 ممس ممس 6.5 ممس 0.2 و المساس يعني البرسنتاج دية نركز في هذا الأمر بكي سهلة إن شاء الله ساحل البرسنتاج دية فق بعمل الأرض المشكلة هنا انه كان البرسنتاج ايوه اهييه لكن لا تدستخدم للبرسنتاج البرسنتاج طيب ماذاور الفكرة عندنا؟ الفكرة عندنا ان انا عايز اجيب البرسنتاج مثل هذا الشكل يعني بنفس الشكل يعني بدلا ما أضع هنا هضع هنا الـ Volume فأنا أضع الـ Volume من هنا أضع الـ Volume نفس شكل الماس بالضبط بس بدلا الـ Volume هنقوم بإمكاني أن الـ Volume بالـ Solid Sphere Solid Sphere يعني دي سفير كورة Solid يعني Solid هو الصلب يعني فأنا دلوقتي عايز أضع الـ Volume بالشكل ده طيب Volume بالشكل ده هنا كان الـ Value وهنا Absolute Error للـ Volume الـ 2 للـ Volume عايز أعمل هذا الشكل ده طيب فالأول هاجيب الـ Real Value بتاعة الـ Volume يبقى ثاني احنا الـ DnC equal mass over Volume الماس معانا لكن الـ Volume مش معانا فأنا عايز أجيب بقى الـ Volume بنفس الشكل بتاع الماس ونفس الشكل بتاع الـ Radius كده علشان أضعه هنا وأبدأ أشتغل عادي بروبلم عادية طيب أنا مش معايا الـ Volume فهبدأ أجيب الـ Volume على الشكل ده فالـ Volume على الشكل ده والـ Cost ده عموما بيبقى جواه هنا الرقم اللي هنا بيبقى Real Value وهنا Absolute Error يعني ده Real Value Real Value بتاعة الـ Volume طيب الـ Value بتاعة الـ Volume أجيبها ازاي ما أنا الـ Real Value بتاعت اي حاجة باجيبها ازاي قلت زي ما أخدنا في تاني عدادة قولة عدادة الحاجات دي كلها من أول ما طلعنا بيديني أرقام بعمل Substitution بعواب بيها في اللو بتاعتها وبجيب الـ Real Value هي ده الـ Value العادية اللي بتبقى في المسائل فأنا هجيب الـ Volume من هنا من اللو ده يعني الـ Real Value الـ Pi اللي هي هي الـ R طيب الـ R طيب الـ R كيوبد طب هي الـ R بكام الـ R بدي لا أما أنا عايزة Real Value بس من الـ R صح؟ اللي هي دي يعني اللي هي او دي الـ 6.5 ماشي كده يبقى 6.5 بس بقبل ما أعمل كيوب انا عندي الـ R دي بالسنتيمتر لاحظوا كده بالسنتيمتر وهو الـ Result في الاخر تلع بميتر بالميتر كيوب فإذا دي ما تنفعش بالسنتيمتر لازم بتبقى بالميتر يعني أخليها كإني هعمل Divide Over 100 أو أعمل Multiply في 10-2 كيوب تاني 10-2 كإني عملت Divide Over 100 طب إزاي الـ 100 طلعت بـ 10-2 أهي الـ 100 دي عبارة خدناها 10-2 يعني شوفوا كده 10-2 هتلاقيها equal 100 ماشي فكإن أنا بعمل كده 10-2 هي نفسها إني أعمل 6.5 وأقلب دي كده واخلي دي كده فاهمتوا كده عملت إيه؟ طيب وطلع الـ result دي دي اللي هي الـ real value بقى بتاعت البوليو هتطلع كده يبقى الـ real value أهي الـ real value اللي هتطلع دي أحطها هنا قدي الـ real value جبت الـ real value وهستنى إيه؟ اللي هي الـ absolute error عايزة أجيب الـ absolute error طيب أجيب الـ absolute error اجيب الـ absolute error إزاي؟ هجيب الـ absolute error عادي أنا عندي هوا هوا الـ volume ده بيتكون من إيه؟ الـ volume باي قلنا الـ volume بتاعتها باي R square اه R cube طيب الـ error هتبقى فين؟ الـ error في الـ 4 over 3؟ لا لأن دي constant الرقم الثبت مالهوش error الـ by لأ إذن الـ error هتبقى هنا فعشان أجيب الـ absolute error هقول عندي زي ما بعمل أي حاجة كأنني بعمل multiply relative error وي بعد كده الـ absolute error ماشي؟ هوا فين الـ R أصلاً الـ R اهي؟ الـ value بتاعتها اللي هو مدهالي اللي هشتغل عليها اللي هي 6.5 كده اهي دي طبعاً الـ X node ودي دلتا X ودي دلتا X ماشي كده؟ طيب هنقول 6.5 طيب يبقى الـ relative error للـ R طيب هو إيه اللي هنشتغل عليه؟ انا عندي كم مجرمينت ما احنا قلنا ان الـ volume equal 4 over 3 by R cube فدي مفهاش ودي مفهاش تبديك اهي الـ R cube يعرفنا ان الـ R cube كأنها R multiply R multiply R يبقى انا عندي مجرمينت اهي relative error 1 plus 2 plus 3 ماشي كده؟ طيب اللي هي دي 1 مثلا 0.2 over 6.5 over 6.5 ماشي كده؟ نعمل plus 2 اللي هي نفس الحكاية plus 3 نفس الحكاية فبدلا ما اعمل كده اعمل multiply 3 ماشي كده؟ دي علشان اجيب الايه؟ relative error هتطلع اهي دي هتطلع الايه؟ relative error طيب انا عايز بقى على طول هاخد دي هاخد الـ relative error دي واعمل لها multiply في الـ real value اللي هي ديت واجيب الايه؟ واجيب الـ absolute error عشان احطها هنا ماشي؟ مع الـ absolute error equal relative error اللي هي هتطلع من هنا اللي هي دي multiply ايه؟ الـ real value طيب اعمل لها multiply في ايه؟ في الـ real value واجيب الـ real value تطلع ايه؟ تطلع وان هتطلع بقى الـ absolute error في اخير one point three eight multiply 10 باورد ايه؟ negative four ماشي كده؟ طيب كده انا طلعت مين؟ كده طلعت الـ volume هاي؟ اخدها بقى واعوب بها في الايه؟ في الـ problem بتاعتي عادي بقى كده خلاص انا طلعت الـ volume فاخد بقى اجيب الـ dynasty equal mass اللي هي الدهالي B one point eight five zero point zero two over الـ volume اللي انا لسه جايبها اللي هي one point five multiply 10 power to negative three plus minus بس هجيب البقى الـ a خلاص بقى دي بقى الـ problem عادية هاعمل ايه؟ هاعمل دي over d هاعمل كده هم وهنا هتبقى relative error و absolute error طيب دي عادي دين السمس over volume هاعمل دي over d تطلع one point two three one point two three one point two three هو ما فيش هنا اصلا في الـ real value اي حاجة منه في one point six one طيب ايه اللي عندنا غلط ماشى هو اول حاجة كان عندنا ديت مش one point five one point one five اوكي طيب اكد هتفرق فيها يعني ماشى يبقى هنعمل كده دي يبقى هنعمل دي كده نقسم دي على دي تاني هتطلع ايه هتطلع ايه هتطلع ايه one point six zero ايه يعني الـ eight دي هتخلى zero one يبقى one point six one multiply ten power three one point six one multiply الملتبلاي هتبقى برة فالريزلت هيبقى عندي هنا او هنا او هنا ماشى كده لا وده كمان هيبقى غلط يعني ده غلط وده غلط لان هي دي بعيدة خالص ودي فيها ten power negative three وهي اصلا الريزلت في ten power three ماشى كده فالريزلت ام ده ام ده طيب يبقى bound power one point six one هنخلي الباورد three شبه الريزلت اللي عندنا بس نجيب بقى الريلاتف ارور والابسوليوت ارور طيب الريلاتف ارور اكوار الريلاتف ارور one plus الريلاتف ارور two طيب بالروحة كده بقى احنا عندنا ارور زي ايه احنا عندنا فيه mass وفيه volume صح كده طيب الماس اللي هي من الدهالي دي اكس نوت او اكس نوت ودلتا اكس ودي اكس نوت ودي دلتا اكس ماشى كده ففي الماس بالنسبة للماس بقى هي relative error one plus two لان انا عندي mass volume بس فيعني zero point zero two over one point eight five plus الفوليوم عندي دلتا اكس او او اكس نوت طبعا دي احنا كنا حاسبينها غلط بناعا على ان احنا الحاسبين دي غلط فهيحسبها صح اللي بقول لكم على ان احنا كنا حاسبين ايه كنا حاسبين دي غلط لان احنا كنا حاسبين دي غلط يعني احنا بعد ما حسابنا relative error بدل بقى ما هندربها في one point five هندربها one point one five ten power negative three فالرزفت في الاخرى هيطلع كده يعني one point zero six one point zero six one point zero six multiply ten power the negative four ماشي فاديها تبقى one point zero six multiply ten power the four وعلى الاساس ده بقى ال relative error mass plus volume volume one point zero six multiply ten power the four over the x اللي هي one point one five multiply ten power the negative three ونشوف الرزفت بتاع دي كلها ايه هتطلع ال relative error كده one point zero two او one point zero three multiply ten power the negative one اخدها بقى نعمل لها multiply في ال real value اللي هي ديت علشان نطلع ال absolute error مش ال absolute error equal delta x multiply x note ماشي كده فالر equal delta x over x o note معلش فال absolute error اللي هو delta x equal r مالتبلاي الايه ال x note فقرى هي انا طلعتها وال x note اهيه فاعمل لها ال ال answer multiply multiply one point six one multiply ten power three تطلع one point six five one point six five بردو عندنا هنا غلطة ايه هيه؟ طيب خليكم معي هوا ما فيش غلطة ولا حاجة لان ال result عندي فيه ten power three يعني انا عندي قلت ده او ده هو اللي صح ففيه ten power three فانا عندي ال result يطلع كده يعني ده يعني ال result الاولاني ده ال result الاولاني اهو multiply ten power three plus minus result الثاني اللي هو one point six five one point six five one point six one one point six five اه يبقى one point six six multiply 10 power two ماشي كده؟ طيب احنا بقى لو عملنا هوا هنا مطلعلي بقى في كل ال result حاططلي الارقام بس multiply power three وبالتالي ديت هشيل دي كده خالص بقى ويحطها كده لان الـ power 3 طلع بره ماشي كده وهعمل دي هعمل لها اه divide على power 3 يعني الرقم ده هعمله divide على power 3 يعني over 10 power 3 ماشي كده هيطلع الرقم ده هيطلع الرقم ده ليه عشان في power 3 بره يعني الرقم ده مش هناخده كده احنا عايزين ناخد الرقم اللي بره بس والpower 2 تطلعها فاحنا ناخدنا الرقم اللي عندنا عملنا له على power 3 لان الريزلت كلها فيها 2 power 3 فيطلع الرقم ده فالرقم ده هنشوفه كده هو انهي شبه انهي رقم عندنا شبه طبعا اللي هو النورمال عندو عندوك الرقم النورمال هيطلع كده ماشي اللي هو 0.0 أو 0.16 وال5 هتخليل 67 فهتبقى 0.17 اللي هو الريزلت الاولاني ماشي كده المسألة فيها لغبطة اخرها ليه لانه الرقم اللي هتطلعلي على الكالكيليتر غير الرقم اللي في الريزلت فابتكري ان انا اللي غلط بس مش هنال اللي غلط بقى انا دلوقتي بعد ما طلعت الارقام كده زي في اي اجزامبل ماشي كده هو قال لي ان هو اصلا في كل الريزلت اللي في البتاع اللي في الكتاب عندي الرقمين بس هما اللي موجودين والارقام التانية بره فانا عشان اطلع دي بره التين باورد ثري دي او عشان اخلي التين باورد ثري زي ما هنا موجودة هعمل ديفايد كل واحدة على تين باورد ثري يعني كإني بدرب كده في تين باورد ثري وبعمل ديفايد على تين باورد ثري على تين باورد ثري مفهوم كده واشوفوا الريزلت فالتين باورد ثري هتروح مع التين باورد ثري ستذهب مع الـ 10-POWERED-2 ويتبقى 10-POWERED-1 عندما نرى هذا الرقم نفسه سنجد أن هذا الرقم هو الرقم الذي لديكم في هذا الرقم 10-POWERED-1-7 هنا أصلا الـ 1 قال لي ليس وراءه شيئا لا هو الـ 1 عندي كان وراها أرقام كثير فهتبقى بالشكل ده يعني الذي هو بالشكل ده بالضبط عندكم بالشكل ده الذي هو الـ 6 ستجعل الـ 1-7 ثم تبقى ماذا ستبقى ماذا ستبقى هي فيها شوية لغبطة حتى على الكالكيليتور ولكن لو لم تكنها خطوات هنفهمها ليس كده أن أول شيئا هو مدينيش الـ VOLUM أنا أداني الـ RADIUS وأنا من الـ RADIUS أجبت الـ VOLUM طب أنا من الـ RADIUS هجيب الـ VOLUM إزاي؟ أفكر في السؤال إزاي؟ أفكر أن الـ VOLUM ده أنا عايزه على هذا الشكل ده طب الشكل ده بيبقى في مين؟ بيبقى في الـ RADIUS وفي الـ ABSOLUTE ERROR في الـ RADIUS هجيبت الـ RADIUS هجيبت الـ RADIUS زي ما بجيبه من أول فور بعوض في الـ GIVENS اللي مدهالي وأطلعه لها 4 over 3 by R3 بس الـ R كمان كان مدهالي بالسنتيمتر في الـ RADIUS بتاعت الـ R اللي هي ديت اللي أخدها كان مدهالي اللي هي دي معلش مدهالي بالسنتيمتر لا أنا هحولها عن طريق أن أنا أعمل لها ملتوبلاي في 10 باورد نيجاتيف 2 طيب جبت الـ RADIUS عايز الـ ABSOLUTE ERROR قلنا بقى الـ ABSOLUTE ERROR ده هتبقى ان احنا بنجيب الـ RELATIVE ERROR والـ ABSOLUTE ERROR فالـ RELATIVE ERROR اهو R PLUS R PLUS R لان هي اصلا في ده الـ VOLUM 4 over 3 by R3 فدي ما فيهاش ERROR ودي ما فيهاش ERROR فتبقت للـ R فالـ R عندي 3 منها R1 PLUS R2 PLUS R3 لانها R3 فبجمعهم مع بعض واجيب الـ RELATIVE ERROR باخد الـ RELATIVE ERROR اللي طلعته بجيب منه الـ ABSOLUTE ERROR بعد كده خلاص جبت بقى الـ VOLUM ببدأها كمثال عادي خالص زي ما كنا بناخدها قبل كده مشكلتها في الاخر ان بتطلع فيه لغبطة في الـ Calculator فبعملها انا بس كده نكون خلصنا الدرس الاخير الدرس الثاني وهنبدأ في شابتر 2 في السؤال الجاية او هنحل الاول ممكن الـ Choose the correct answer مثلا بتاعت الـ Physical measurement chapter 1 هنشوف هندخل على ايه يوه بتاعت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة